السلام عليكم. السلام عليكم. انا اطلاع بركاته يا شيخ خنة. اتفضل. اه. عندي كده بعد الاستنجاء. نعم. قبل الهضو. نقاط بول بعد الاستنجاء. اه. غالبا بتيجي يعني بعد الاستنجاء مباشرة كده بعد ما بتوضى. على كل توضى قبل الصلاة بزمن. عفوا ندخل حمام قبل الصلاة بزمن. وبعد كده اهدأ شوية والجع. وبحاول قدر الامكان في الاستنجاء ان انا بحاول اعمل قدر حرك كده يعني بنزل وبطلع بجسم كده عشان خاضر لو في اي حاجة اكون يكون الموضوع منتهي تماما يعني. والله يا اخي. هذه المسائل من اشد المسائل اشكالا. فانا احنا اقول اما ان تؤجل لدخول الحمام الى بعد الصلاة يعني تتوضى بدون دخول الحمام. او انك تدخل حمام قبلها بزمن. وبعدها تصفي نفسك وتنظف نفسك وتعطي للصلاة. انا بحاول قدر الامكان اعمل كده بس سعب الوقت دي ان انا. ضرورة لا. لكن لا حالتك ليست ثلث بول. حالتك ليست ثلث بولا. تماما مولانا. تماما مباشرة.